السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة حلوية مريم اليوم سوف نشارك المسكر على الطريقة التقليدية يدوب في الفم لا تنسوا الاشتراك في القناة و جميل الفيديو الذي أعجبكم اولا نبدأ بالحشو سوف ندره الولو البشير تاح هنا عندي ثلاثة كيلة من اللوز ولا كوكو يكون مطحون رقيق بزاف عندي هنا ثاني كيلة سكر و شوية فانيليا سوف نخلط اولا مكونات الجافة هنا سوف نرى بما درت القرفة يعني قلت لكم الحشو هذا مختلف بصح يجب منين بزاف هنا سوف نلمه بالبيض هنا تقريبا عندي حبة ونص بيض يعني تضربوا وتمسوا حبة بيض وتبدأ وتفرغوا البيض غير بالعقل و انتم لا رأيكم تلموا حتى يتلموا لكم حشو يكون حاكم وراحوا لا يجب أن يكون جاري هنا كما رأيكم ترون عندي مغرفة كبيرة من قشور الليمون من الأحسن يكون أخضر ونعجل المليحة هنا هنا السكر حتى ترونه باليداب وليس يبينش في الحشو من بعد غطوه وخلوه هنا ورأيكم القاوة متاع وخلوه على جنب هنا يمكن أن يكون مزروبة يعني كي ندين هذا التشارك لهذا لا ترونه في التلاجة عندي كيلو فارينا 500 غرم من زبدة طارية وماغاغين عندي فانيليا بودرا و3 مغرف كبر من سكر الناعم وهو سكر غلاس هنا نبدأ نخلط كامل هذه المكونات قدتكم هذه هي طريقة تقليدية وهي صراحة طريقة ناجحة وهي اللي فيها البنة وصفة جديدة لا يخرجوا بالحليب و بالزيت وكامل صراحة انا مانشة ضدهم هذه الوصفة اللي تأتي المخيرة نبدأ نحكم مليح هذه الزبدة مليح مبنيدية عندي هنا مو مزهر عينكم ميزانكم حتى تلملكم عجينة وتكون طريقة كامل تنظيفه غير بالعقل لا يزوجك كامل تواسيطكم هكذا في الماء والمازهر خل ما تجيكم تحصلوا هنا غير بالعقل وتلموا حتى تحصلوا على هذا العجينة تكون طريقة كما راكم تشوفوا مانيابل نوريكم عن قرب هكذا هنا سنغطيها ونخليها ترتح بغير 15 دقيقة كما راكم تشوفوا انا نوزن صراحة هنا 25 غرام واستغرامات بالنسبة للحشو كما راكم تشوفوا انا كميت الكمية التاعي في الحق خليت لكم غرهدوا كما راكم لا يزوجك الوقت في رمضان لا يزوجك الوقت خدمتنا كامل كمية 63 حبة لا يزوجك ميزان نبدأ نخدم بهذا الطريقة الطريقة سهلة جدا و لا تفسدركم في العجينة اقتصادية كما راكم تشوفوا نبدأ نرقق الطرف و نخلي في الوسطاني شوية نوري لكم تاني عن قرب بهذا الطريقة من بعد نبدأ و نشكله في الشارك هكذا اقتصادية 25 غرام للوحدة يعني عندهم صغار متحوفين بهذا الطريقة ندرتهم هنا على 180 درجة يجب أن يقعد لكم هكذا بيوضة يجب أن تعسوهم كما راكم نشوفوا هكذا يحمروا شوية من تحت و من الفوق يقعدوا بيوضة يجب أن يشوفوا لكم برك اقتصادية الثقوب يعني اعتقدر كنت صورت حسبت بأنني صورت كذلك في الاخر بصحة ننسيت هنا العموم اقتصادية لهم الثقوب كما راكم نشوفوا هنا كما راكم نشوفوا هذا الشربت نغطس فيه هذا الشرب شربت هذا فيه كالسكر وزوج كسن ماء دخلوهم يغلو فوق النار مع عصر عقارس لمدة خمس دقائق برك وطفو عليهم دخلوهم يبردوا هذا الشرب تحكم ماء ويأتي الدوب في الفم هنا نضغط سخف بالخف وتخرجوه وتضعوه مباشرة في السكر الذي تغربته مقبل هكذا نغلقوا عليهم ونخلوهم يتشربوا أنا نبدأ نضغط عليه نضغط عليه نضغط عليه الحبة اللي ولا يدرتها تكون حكمت ونبدأ نضغط عليه بهذه الطريقة حتى يحكم لكم السكر هكذا ونحط على جنب يبقى هذا هو هذا هو نضغط نضغط كمية من بعد نضغط 2 مقا ثم نضغط ثم نضغط نضغط كمية نضغط نضغط ثم نضغط اضغط حتى يأتي ما يجب نضغط خاصة بالحشو هذا اللي فيه القارص ما شاء الله جاي يدوف الفم والبنة يعني تانيك حاجة اخرى هاوليك اتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم نقول لكم الى ملتقى ان شاء الله والسلام عليكم